كانت بولندا أعلنت منع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من حضور الاجتماع السنوي لوزراء خارجية الأمن والتعاون في أوروبا ويعقد المجلس الوزري للمنظمة اجتماعه التاسعة والعشرين بمدينة الودز في بولندا على مدار يومين بدعوة من رئيس الحليل المنظمة وزير الخارجية البولندي تتركز المناقشات على توحيد الجهود الدولية فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا كما يتطرق الاجتماع إلى بحث قضايا تغير المناخ والأمن